وبالموزات مع توزيع المساعدات المغربية في غزة والتي تكفل بها الهلال الأحمر الفلسطيني تقوم بكالة بيت مال القدس بتوجهة من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تقوم بتوزيع مساعدات غذائية على المقدسيين كما سيتم غدا اطلاق وحدة لليقظة والتنسيق والتتبع لحالة الطوارئ والمستعجلات في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني تحنى بالجانبية صحي للمقدسيين وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس قد أحطى تعليماته لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة تشمل توزيع ألفي سلة غذائية تستفيد منها ألف أسرة مقدسية وتقديم ألف وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة وتشمل المساعدة أيضا إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس وتأتي هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة سكان الفلسطينيين لتأكيد الالتزام الفعلية والاهتمام الدائم لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر